اهلا بكم في لحظة قرار انضم لحزب الوردة قبل ان يبلغ العشرين عاما تدرج في المسئوليات الى ان اصبح كاتبا اولا خبر العمل النيابي والتدبير الحكومي يقول منتقدوه انه انهك حزبه ودق مسمارا غائرا في نعشه ويقول مناصره انه تسلم قيادة حزب منهك وانه عمل بجهد لينهي مرحلة التراجعات ويحقق المصلحة اليوم نستضيف المحامي والحقوقي والكاتب الاول للاتحاد الاشراكي للقوة الشعبية سيد دريس لشقر اهلا وسلم بك سيد دريس انا ساعدة جدا باستضافتك مرحبا وانا اسعد واهنيكي على هذه المقدمة المهنية الصحفية الموضوعية شكرا جزيلا لك نبدأ بقرار بدأ وكأنه غير مفهوم تماما عندما قررتم الدخول في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية بعد ثلاث سنوات من هذه التجربة هل تعتقد ان هذا القرار كان صحيحا وهل افاد الحزب في شيء بصدق احنا مع مرحبا كانت فائدة الحزب هي التي تتحدد قرارا فائدة الوطن هي التي تسدين دائما للمسؤولين في 98 عندما اعلن المغفور للحسن الثاني عن السكتة القلبية ونادى الاتحاد الاشتراكي في ظروف لم تكن مهيئة مؤسساتيا وسياسيا استجاب الاتحاد وبالفعل جاء العهد الجديد ووقع واحد تناغم واحد تجاوب كبير ما بين حكومة سعد الرحمن والعهد الجديد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وشنا مشروعا تنمويا كبيرا على ارض الواقع في البنيات الاساسية في الاوراش القبرى في التعليم تمدرس الكهربال مع مشاريع متعددة وتنجز جاد شي جاد مرحلة بعد 2008 والازمة الاقتصادية العالمية ثم مشروع الشرق الاوسط الكبير ولي لاش كأنكم تعاينون ما حدث شرقنا من هيار دوال ومن فتن داخلية ومن ون حنا كانت عندنا هذه المناعة كمغاربة نظاما أي دولة وشعبا كانت عندنا شعب بمؤسساته أحزاب ونقابات وجميع كانت عندنا هذه المناعة التي اجتزنا بها لكن الذي حدث هو أنه نفتحنا صناديق سويت بنبادة 2011 قلقنا توجه محافظ هو الغالب المهم احنا اخترنا في الاتحاد الاشتراكي أن نخرج للمعارب رغم أنه عرض علينا عرضت علينا الحكومة والمشاركة فيها اعتبرنا باش نعطوه مصداقية لصناديق الاقتراع ولهذه الديمقراطية الناشئة خاصة بعد دستور 2011 فلنكترك هؤلاء يقومون ببرنامجه درنا ديك المعارضة مع كامل الأساب الشعبوية التي هيمنت وقتها سواء في العمل الحكومي أو في العمل المؤسساتي أو في الإعلام أو كده جعلت من الصعب أن نكون في ذلك الفرز إنسان تسير تقوم بخطة بالمعارضة وكذا لم يترك لنا أن نقوم بدورنا حتى يقوم بدوره هذا شيء أدى أدى خاصة إلى أن ذاك المشروع التنموي الذي انطلق مع العهد الجديد ومع حكومة التناوب والحكومات المتتادية دينا تنعرفه بعض التراجعات بالنسبة له جبايا إنه لا يمكن أن يجد دستور 2011 بواحد سقف عالي فيما يتعلق بالحريات والحقوق والمأسسة ولكن على مستوى الفعل وعلى مستوى التنفيذ الحكومة كانت أضعف من المكاسب دي الدستورة فيه فلذلك طرح علينا السؤال خاصة أنه موقع الشتحور في سناديق الاقتراء وبقاءت مستمرة لهمنا دي الحزب الأول مش الحزب الأغلبي ما عندوش الأغلبي هو الحزب الأول فقط ولذلك طرح لنا السؤال يصعب أمان المشروع التنموي ومشروعنا في مجتمع ديمقراطي حداتي متضامن يقوده الملك محمد السادس أن نظل خارجا ولذلك اخترنا في الاتحاد الشراكي القوى الشابية أن نعيد اختيارنا فيما يتعلق بالقرار من حيث الموقع المؤسساتي وقررنا أن ننخارج وأن نشارك في الحكومة بالفعل هذا القرار كان نابع كذلك من وضعية الإنهاك والقرار إلى جانب المصلحة الوطنية كان نابع من وضعية الإنهاك وتعب الذي كان في جسد حزبي لا الاتحاد الشراكي حنا من 2007 نتيجة تحمل مسؤولية الشأن العام وهذه قاعدة ديمقراطية وإلا لما أبدعت البشرية التنول حنا من 2007 ونحن نتراجع فكان القرار في 2016 أنه لا خيار إلا من أجل لا المساهمة في المشروع والمجهود التنموي في البلاد ولا من أجل تماسك الحزب وحفاظ عددات وإلا كان كان ضروريا أن ننخرط في مسلسل البناء وأن نساهم في مسلسل البناء ولذلك اختار الاتحاديون والاتحادية المشاركة من كلامك أفهم أن هذه المشاركة هي للحد من هذا الطيار المحافظ الذي لا يتواكب مع هذه المسيرة التنموية إن فهمتك جيدا مؤكد والشيء الثاني هذه المشاركة أنهت مع مرحلة التراجع لهذا الحزب الذي يعيش منهاكا بالضبط هذا هو الجواب الحقيقي والمرخص لتساؤلك بالفعل نحن نشوفه داخل الحزب المحافظ لاش كان الرأي العام يتتبع الآن النقاش الداخلي لديه حول الحريات حول كذا لاش كان أن هذا النقاش بقي مرقاش هو مستوى ولكن حنا سعداء بأن قضايا أساسية واقيا ناضلنا من أجلها أصبحت موضوعا كذلك لدى هذا الحزب الذي يقوده الحكومة وكأنك توحي لي بأنك نوعا ما قد أحدثت ربما تساؤلا كبيرا داخل هذا الحزب المحافظ ساهمتم في هذا النقاش ساهمنا لا وأنت فخور بذلك لا ندعي أننا من حدثنا لاش كأن دينامية التي داخل هذا الحزب وما يقع في المجتمع ما وقع لأعضائه لاش كأنها طرحت تساؤلات وطرحت أسئلة إذن بلوكاج الحكومي أسهم في انفراج الاتحاد الإشراكي البلوكاج الحكومي هل أسهم من عدمه نحن على العكس نحن يمكن ساهمنا في معرفة الداء الحقيقي المؤسساتي أن تتوقف البلاد لمدة سبعة أشهر أن ننتج ونبدع هذه الحلول لنا القائدة الدستورية لم تكن تسعيف خاصة مع التأويلات التي أعطيت لها التأويلات المحافظة الدستور يجب أن يؤرى في تأويله الإيجابي نعتقد أننا اجتزنا هذه المرحلة بالتأويل الإيجابي لمقتضيات مواد الدستور وامطروح علينا اليوم أن نتقدم أكثر في هذا التأويل الإيجابي لأنني عندما طرحت كذلك تهديل المادة سبعة أورمين فمن أجل تدقيقها فقط أنا لست مناصرا لعدم تنصيب الحزب الأول الذي يفوز بالانتخابات ولكنني كذلك لست مناصرا أن يقبض الحزب الأول بمفاتيح هذه الأمة وينتظر ما شاء من الزمان من أجل تشكيل أغلبيته إذن لا بد من تحديد زمني ولا بد للمؤسسات أن تبحث عن حل حتى لا نقع في البروكاج الذي وقعنا فيه في 2016 والذي خسرت فيه البلاد ستة أشهر أو سبعة أشهر اليوم نحن نتوجه لانتخابات جديدة أنا كاتحاد اشتراكي مش الشخص كحزب ندعو إلى مراجعة سياسية وإصلاح سياسي وعلن نعلاج هذا الإصلاح السياسي تيمس لا بعض القواعد الدستورية التي تبت أنه لا بد من تقنينها وتطويرها ويمس كذلك بعض القوانين المرتبطة بالمؤسسات وخاصة المتعلقة بينها بمدونة انتخابات وفي هذا الإطار أنا في اجتماعنا كمكتب سياسي والبلاغ الأخير اللي خرج دعوته إلى فتح حوار سياسي حول هذه الأمور لأن الجانب المؤسساتي ما فيش المعارضة والأغلبية قلت يكون هذا الحوار مفتوح لعلى المعارضة والأغلبية ودعوت كذلك إلى أن الهيئة الوطنية النزعة لا تعتقد ومحاربة الرشوة لا تعتقد أن الرشوة فقط في الإدارة إن أخطار الرشوة هي الرشوة الانتخابية ويجب كذلك أن تساهم والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان خرجت عنه عدة توصيات في تقرير دير هيئة الإنصاف المصالحة التي تبنىها تهم العملية الانتخابية ندعو اليوم أنه احتوي سهم في نزاهة العملية الانتخابية ومحاربة الفساد الانتخابي سواء باستغلال الدين أو استغلال كيف تفسر التيار الانشقاقي شخصيات تاريخية مرجعية ارتأت أن تبتعد هذا الحزب وتقول إنه بسبب القيادة الحالية شوف نحن اليسار في العالم ككل اليسار بحكم الأسافة شاد واحد تراجع من ضمن تراجعات التي شاد تراجعاتها في الخيام بالله عليك أن يتقدم يساري من العزب الاشتراكي في فرنسا إلى الانتخابات الرئاسية وعندما يفشلوا الانتخابات يغيروا الجنسية ويتقدموا للترشيح في انتخابات البلدية بجواره في اسبانيا في فرسلونة يعني ولت بعض الحالات نحن معك من الأسافة كذلك المسؤولية والتدبير دي الشأن العام وكذا لاش كأنه ولكن بهذا الكلام أنت تطعن في انتماء هؤلاء اليساريين إلى قيم اليسار دائما شي كلهم تقولك بعض هذا شي حدوث في اليسار في فرنسا أنتشتي لا خلينا في اليسار في المغرب في اليسار في المغرب نحن نرى منذ المنطلق أين مولي عبد الله إبراهيم أين الفقر البصري في تاريخ في أدبياتنا كالتحاد أين المحجوب من صديق هؤلاء هم المؤسسين إذن منذ انطلاق الخلافات والصرعات تاخذ يسار تتأدي إلى الحكم الغير موضوعي على رموزه وقضته حنا شنون اللي وقعنا كجيل تحملنا بسوليان أنا رأى ماشي فقط لأنني أنا طفل وأنا في الاتحاد الاشتراكي رأى حتى أنا ماشي من الأجيال القديمة أنا من جديد لأن بعض الأحيان تيجيوا أمامكم اللي في عموري تيقولك لا بد من تشبيبي والجديد وهو نسية فقط أنني استقطبته وهو في خريف العمر بينما دخلت الاتحاد وأنا في رفيرو لم تتآمر على أحد داخل الحزب؟ أبدا شوف أنا داخل الاتحاد لأنه باش تآمر خس يكون عندك شي مصلحة تآمرت على أحزاب خارج الحزب في بلوكاج مثلا باش تكون مصلحة لا درت أعملنا السياسة في البلوكاج في البلوكاج تقيت بن كيران تفقنا وننخرج ونعلن على الاتفاق نحن اليوم أغلبية بماذا أجاب؟ عن انت السيدريس ونترك لي وحد لها مش بغي نشوف أحزاب تجمع الحركة وقتها كانت أحزاب الكتلة فقط ويقول أنك أنت الذي أطحت بي بن كيران لأنك شاركت في حكومة وقال أنك أبدا لن تشارك فيها واحد تخذ هذا القرار واحد تزمكي معه وكان يضمر لك ويهيئ ألا تكون في الحكومة وهو ما أعبر عنه بعد ذلك وأقسم باش نأكد لك بأن الجانب المصلحي المؤامرة ترتبط بالدات أنا ما سعيت لنكون أزير ولو ورت من أبنائي وبناتي يقال أنك تدافع كثيرا على ابنتك داخل الحزب إذا كنت أدافع عن ابنتك داخل الحزب لماذا يسر الآخرين وتيقولوا بأنه تدافع الأبنتك ويطالبونني أن أدافع عنهم إذن من يملك الحق أو يملك التقرير في هذه الوقاية لا يحتاجوا إلى الدفاع يأخذ القرار فقط طيب بكل ست قلت أخذت قرارا ما ثم ندمت عليه أكيد 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 تاخدنا قرارات ما هو القرار الذي تندم أنا تأسف عليه أنا ماشي من كشخص تاخدنا قرار دي الاستمرار في الحكومة من بعد 2007 في حين أعتقد أن القرار اللي اخدينا في 2011 كان خسنا ناخده في 2007 كده كان من الممكن عندما طرحت قضية المنهجية الديمقراطية وكان قرارنا وهذا كذلك تراجعنا هنا هذا القرار واتخذنا قرار للاستمرار في الحكومة مع السيد ريسجتو ويمكن أن ترجعوا إلى تدخلاتي في البرلمان في هذه المحطة يعني كنت أنخرط عن مضد لأن قناعتي ولازلت أعتبر اليوم أنه كانت بعض الأخطاء التي يمكن أتارها كانت كارتية بالنسبة للحزب أما بالنسبة للوطن فإنني أعتقد أن حتى هذه القرارات ما كانت لها أطار سلبية على البدن اليوم لا شكى أن أن القرارات الصعبة التي تتخلي الإنسان بعد المرة تتسأل وش هو على صواب أو عدم هي أطارها على الحزب أطارها الحالي ولكن أنا مطمئن ونقولها لك بكل مسؤولية أنا توليت المسؤولية في حزب منهك أتعرف ماذا هو الحزب منهك؟ هو اللي ضبر الشأن العام لولايات والحاجات المجتمعية ما استطعت شد بها وهي كثيرة والخصصة هو الحزب اللي تكالب عليه الجن هو الحزب اللي بتأت تظهر فيه أمراض تداتية للطموحات الشخصية أنا الكاتب الأول الذي تفاوض على حكومتين أو تعدلين اليوم ولم أدخل أي حكومة منه كل كتاب الأولين السابقين تتعى الاشتراكين ولكن يقال أن أدخلها محبوك وفقط هذا دليل على الموضوع يا ولم سؤالي أنا أعتقد أنني موجود لإعادة الاتحاد الاشتراكي أوضعه اليوم الحدي يقال أنه منهك ما زال مريضا هناك صراعات شخصية كبيرة مهدد بالانشقاق أكثر شخصيات كذلك مرجعيا سحبت منه أو تعبر عن تحفظ كبير كيف رد بكل صراحة على العكس اليوم اتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية أحسن حالا بكثير مما كان عليه في 2007 ونقول لك بكل مسؤولي مش أنا من ورث حزبا مناكا ورثه قبلها عبدالواحد الراضي أخونا عبدالواحد الراضي أصعب مرحلة في حياتي كانت من اتداء من 2007 إلى 2011 ما الذي حققته ككاتب أول الرجل بسيدرس الآن بسرعة ولن حققنا الحزب المؤسسة مضربة كل مسؤولياء لا مطابع الحزب ولا جرائده ولا مقراته كانت في إسماء إشخاص وهذا كانت يقوي الصراعات وانشقاقاته خلافات لأول مرة استطعنا أن نجعل كل شيء في اسمي ما شاهد في اسم دريس الشقر في اسمي الحزب المؤسسائي في اسم الاتحاد الاشتراكي طلعوا نصر له ثانيا في الوقت الذي عجزت أحزاب في المشهد الحزبي تتحت المرتبة اللولة والتانية أن تحافظ على صوتها الإعلامي جرائدها وكذا استطعنا أن نحافظ على إعلامنا وأن نطورها اليوم نحن نشتغل حتى على المستوى دير المواقع الإلكتروني تالتا وهذا هو الأساسي تالتا في إعادة البناء التنظيمي أبدعنا وهذه المجموعة دير برامج والخطط كان على رأسها المصالحة والانفتاح المصالحة مع الماضي وبالتالي لأول مرة يشوفوا الصور دير الزعماء مبقاة اشتتبع في تاريخ الاقتحاد تتحضر معنا في تجموهات والمصالحة مع القادة والرموز اللي غابوا دينا أو اختلفوا معنا وكذلك انفتاها انفتاها المشمع وفعل المجاد ينفتاها تجري اليوم انتخابات مهنية لمختلف القطاعات تجري في التعليم العالي تجري في مهنة المحامات في الكتاب في الصحفي في الجامعة في الطلبة ومجالس الكليات ومجالس الجامعات الاتحاد حاضر بقوة في هذه الانتخابات بل يمكن ان اقول في بعض القطاعات هو الحزب الاول وهو من يقول سيد دريس لاشجر كيف ترد على من يقول انك فشلت فشلا دريعا في تحقيق المصالحة التاريخية التي وعدت به بالعمل ان الرأي احترمه ولكل ان يحكو على عملنا كما يجعل الفشل من عدمه اللي غادي اكدوه هو التاريخ اللي غادي اكدوه هو مستقبل وما بعد اما الذين يلهتون اليوم وراء المناصب او اراء ان يستفيدوا طبيعة الحال ويجدون حزب المؤسسة الذي يتخذ القرارات بمسؤوله لاحظي ماي هل من داخل الاتحاد اليوم من مؤسساته مجلسه الوطني شبيبته نسائه المكتب السياسي اللي فيه هذا العدد الهائل 24 او 25 لاحظي ماي هل هناك اعتراضات من هذه القيادات المنتخبة الكل منخرط طبيعة الحال نحن في واحد المسيرة ديرين بحدك القطار الذي يتوقف في المحطات التي يجب ان يتوقف فيها من تعب وتغيرت قناعته عليه بالنزول في المحطة التي يرام ومن اقتنع بهذا المشروع لاش كأنهم سيصعد والصاعدون والصاعدون كتر اقول لك بكل مسؤولية كل التظاهرات درنا الدكرة 60 في مصرح محمد الخامس لم تحضرها العديد من المرشعي التراخين لم تحضرها يعاب عليك شعاب دان انا حضر معي من قضى ثلاثة عقود في المعتقلات السرية ولم يكن موضوع لم يكن موضوع المصورين كان هناك غائبون كذلك كان غائبون شوف مراعاة تنزرهم في بيوتهم تنقشهم وكانت الأوضاع الصحية الناس رانيسا منك يوصل العقد التاسع والعقد كده وانا غير العقد التاسع في العيات راما شي سهل جدا باش نطلبوه من نو يسا على العكس انا احيانا اشفق في بعض تجمعاتنا على بعض القادة واوضاعهم الصحية لاننا توقع واحد عين عقليهم لا تتحمل ايانا تلاجس طيب توحيد جهود اليسار سيد درس كيف ساهمت فيها عنوانا رئيسا لهذا الحزب ماشي بالنسبة الي الواقع لا ارتفع نحن الاشتراكيون الوحيدون في المغرب الموجودون في الأممية الاشتراكية نحن الاشتراكيون في الخارج الاشتراكيون ينوهون وكأنكم تعيشون على الماضي سيد درس لا 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 تعيش على الحاضر انا تلقيت وهذه رسائل من قادة اشتراكيين وتعرفوا ما تعيشه اشتراكية اليوم في العالم تلقيت من الرسائل المنوهة بعمل قيادة الاتحاد الاشتراكي والتي حافظت الاتحاد الاشتراكي شوفي معايا الأحزاب التاريخية في إفريقيا شوفي معايا حتى في أوروبا بعض الأحزاب التاريخية التي كنا ننعلم منها في الاشتراكية واقع وهاليوم الاتحاد الاشتراكي ضل صامد الأولوية لكم الآن بالنسبة للأجندة الانتخابية المقبلة كيف تستعدون لها نحن نستعد أولا مع الفرق حزب استقلال أحزاب الوطنية تستعد داخل الأغلبية ولكن المفتحين عن المعارضة نستعد كذلك بأننا تندق الأبواب على اليسر ونستعد داخليا نستعد داخليا بإشاعة الديمقراطية وقوانينها والكفاءة الكفاءة والقدرة هي المقياس الواحد حين القرار هو قرار تنظيمات وألتزم كما التزمت سابقا أمام التنظيمات بأنني مش بحل أحزاب أخرى لن أمنح أي تتزكية إلا لمن صادقت عليه القواعد الحزب طيب على الجانب الشخصي سيد ريس لشقر من أين لك كل هذا الصبر وقوة التحمل أعتقد أنك من بين السياسيين الأكثر تعرضا للتجريح يمكن أنني سياسي الذي ما بدلت بديلنا ما ما تغيرتش من شي هاد الحزب وندخل هاد الحزب وندخل هاد الحزب طللت وفيا لحزبي يمكن هاد الشيطاني واحد الأنانية في الدفاع عن مبادئ ومواقف الحزب وقيمه ومجتي خلقية سرعان يمكن الخصوم الخصوم سياسيين وهذا مشروع طهوم ما تريد كل مجهودات حتى تكون لابد أن تلغي الآخر ما أنا فاعتقادي فاعتقادي أن الاتحاد الاشتراكي أن يلعب دوره تاريخ في هذا الوطن ولا زال سيلعب دوره اليومي والمستقبلي هالدور أساسه عندنا الوطن أولا والوطن تانيا والوطن تاريخ سيد ريس لشقر شكرا جزيلا لك بارك الله شكرا لكم وشكرا على الدواء شكرا لكم نلتقي بخير بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة